أكد رئيس مجلس الوزراء مصدفى مدبولي أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط لمتابعة سير برنامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال حيث أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في مختلف القطاعات وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 20-24-20-27 وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي